سوف نقوم الآن بشرح شاشة البنوك في برنامج المحاسب الأول من قائمة التهيئة البنوك تكمن أهمية شاشة البنوك أننا لا نستطيع تنفيذ أي عملية تتعلق بسندات صرف أو قبض شيك أو فواتير مبيعات شيك إذا لم نقم بإضافة أرقام البنوك وحساباتها في هذه الشاشة فبثلا إذا ذهبنا وعملنا سنتقض شيك وأردنا تحديد رقم البنك الذي سوف نقوم بتحصيل الشيك منه وضغطنا نلاحظ أن حق للبنك فارغ أو فاضي السبب أننا لم نقم بإضافة أرقام البنوك وحسابات البنوك في شاشة البنوك خطوات استخدام شاشة البنوك على نوحة تألي ضغط على زر الإضافة رقم البنك واحد ثم إيش عنده رقم الحساب إف تسعة ونقم باختيار رقم البنك بثلا بنكة الضهم الإسلامي ريال رقم التسلسل يقصد برقم التسلسل أنه هل جميع سندات الصرف أو القبض التي سيتم صرفها من جميع البنوك سواء بنكة الضهم الإسلامي ريال أو دولار متتابعة متسلسلة متتالية أو أن لكل بنك تسلسل خاص به فإذا كان رقم التسلسل لجميع البنوك واحد معناته أن جميع تسلسل سندات الصرف والقبض ستكون متتابعة فإذا ما صرفنا مثلا بنكة التضامن ريال رقم السند واحد وصرفنا بنكة التضامن دولار فإنسا رقمها سيكون اثنين لماذا؟ لأن رقم التسلسل واحد أما إذا كان رقم بنكة التضامن الإسلامي تسلسل واحد ورقم بنكة التضامن الإسلامي أو سبع دولار تسلسل اثنين فمع ذلك أن لكل سندات صرف أوقات في كل البنكين تسلسل خاص بهما سوف نجع الرقم التسلسل مثلا واحد ثم نقوم بعمل الحفظ نقوم بإضافة البنك الآخر رقم اثنين اف تسعة واختيار بنك سبع مثلا إسلامي دولار رقم تسلسل مثلا منفصل اثنين ثم نقوم بعملة الحفظ لإستعراض جميع البنوك التي تم إدخالها يتم الضغط على زر العدسة البح الآن لو ذهبنا ونفذنا مثلا عمليات عن طريق البنك وضغطنا على عد تسعة نلاحظ أيش أو عن طريق البنك نلاحظ ماذا أن جميع البنوك الظاهرة في هذا الحق تم إضافة في شاشة البنوك شكرا